اه طبعا الشمسي والطالع والقمري للناس اللي فهم في حوار الخريطة يعني. طب نخش على الطاقة العامة. اه الطاقة العامة يا برج السرطان انت حاليا اه ممكن تكون مقاطع الشريك او في قطاع ما بينكم. وحدث ما بينكم قبل القطاع ده محادسة عقلية. بحتة اه واحد اتنين تلاتة. انت قبل ما تعمل المحادسة دي انت كنت اه محتار اه في العرض اللي كان مقدمه الشريكة على معتقد يعني الشريكة ممكن يكون كان مقدم لك عرض او كنت محتار في العلاقة دي عموما يعني لو هي طبعا اه كانت علاقة مستمرة. اوكي? انما لو علاقة طبعا نشوف بقى الورقة هنا علاقة في بادي الامر فالعرض ده مطوقت فشوية. وانت حاليا ما بيت تدرس الموضوع اكتر ومخل العالي يسيطر على القلب. طبعا هنا برضو هنفهم اكتر مشاعره. هاجي غريبة. هاجي اغرب. ليه وجه على القلب. برج السرطان اا القراءة ممكن تكون عكسية طبعا. بس ممكن يكون اا ما انت غلطت في حاق اا الشريك او الشريك هو اللي غلط في حقك حاجة من الكنين يعني. اا القراءة ممكن تكون عكسية هو اللي قلمك اه وانت اللي قلمته حاجة من الكنين يعني برضا. مشاعر الشريك اا مشاعر رحيل. وحزن وعايش في مود. لي يا دنيا كده ولي يا رب لي يا رب والحاجات التغريبة دي. فالشريك تعبان ومش تعبان. شايف ان العلاقة دي كانت علاقة فيها شيء نقص. يعني هما اه تمن كبات على المتاقد. اه تمن كبات كان فيها كبايتين نقصية. وما لقاش اللي عندك او كان فيها حاجات حلوة كتير جدا ولكن في حاجتين اه عشان يوزن الكبات دول مش موجودين. فقال لك ايه? قال لك بص هي شكلها كده العلاقة بايزة. فانا همشي. عشان كده هو عشان كده هو وقف العرض. هو واقف مكانه. هو في عرض. بس هو واقف ما بتحركش. وقف بقى كان ممكن يكون اه بيمشي يعني يمشي اتجاهك ولكن فجأة وقف. وقف اه ممكن تكون انت اللي قلت له كفاية. او ممكن تكون انت اه حسيت بخداع معايا مسلا. اوكي? ممكن تكون انت اللي حسيت بخداع معا شوية. فقلت له خلاص كده كفاية بقى. وكلمت بكل هدوء جدا. كلمت بكل هدوء. ولكن اه اصر على الرحيل. يعني ممكن يكون انتو حصل بينكو خلاف. حاليا نجيب بقى من من الاصل. حصل بينكو خلاف. اتخليتو خناها عادية. اه وقلت له تعالى نتكلم بهدوء يا عم ونصلح الموضوع. انت ليه خدت خدت الموضوع قفش قوي كده راح قالك لأ. عشان كلم بهدوء. انا همشي. انا مشي. بس. اه انت حاليا اه بتحاول ان انت تسيطر على على نفسك. اه وعلى غضب وعلى طريقة المعاملة. هي خنائة. وتطورت الخنائة الى ان هو قال لك انا ماشي. فانت زي ما يكون بتقوله تمشي ما تمشيش انا زي الفل انت بتسيطر على نفسك. بتسيطر على مشاعر الرحيل. على فكرة بركس الرطان بيبين ان هو فيش حاجة بس هو من تعبان. انت عارف انت عامل نفسك نايم. يعني واحد بنكون واحد عادين في شقة وقال له انا همشي بكرة الصبح. فجيه الصبح واحتعمل نفسك نايم. عشان ما تقولوش مع السلامة بالزبط. ما تقولوش مع السلامة. ده واحد ماشي وسايب كبات وماشي. بتقمص. من الاخر. انت كلمت وقلت له بقولك ايه? انت 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 بتتلعب بي او انا مش فاهمك. بالزبط انت قلت له انا مش فاهمك. انت بتعمل ايه? انت ليه كده? انت ليه بتعمل كده? ممكن يكون الشريك ده كان عامينت. ايوة ايوة صاحة كده. الشريك ده كان عامينت. وما بيرضاش باي حاجة. وكل ما تقدم له حاجة يقولك لا. ما يبدينيش. يا كده يا بلاش. هي لا تيجي المسألة كده يا ما تجيش كده. هو يناكل في مطعم فلاني يا ما ناكلش. هو ينخرج الدور يا ما نخرجش. هو ينتكلم بالليل يا ما نتكلمش. من الاخر. انت انت قلت له بقولك ايه? انت بتعمل معايا كده ايه? عايز ايه يعني? هو واحد يبنين تلاتة. انت عايز تسيطر عليه وخلاص? تتكلمه بيدوء اما هو اتقمص وقال لك طبيعا. انا سايبها لك مخدرة ومشي. فانت حاليا قلت له خلاص امشي. عايز تمشي امشي. عاملته ببرود من الاخر. انت بتعمل ببرود. ليه بقى? هقولك ليه بنقول برود? لانه شايفك ان انت قسرت قلبه. وان انت آآ يعني عاملته بطريقة حدة قوي. هي مش حدة هي طريقة صحة. انت كلمته بالعقل. انت قلت له انت بتتقمص مسلا. او انت بتاخد على خطرك بالاوفر. فقال لك لا انا ما باخدش على خطري. انا بتقمص هو بتقمص. انا بتقمص لا لا لا. مش الكلام ده. ده انت اللي حيات ده انت وانت وانت انت لقحته على بعض. فقال لك لا انا همشي بقى تقمص بقى. بس هو مجروح منك على فكرة. او ممكن تكون انت كلمته في حاجة عادية جدا. بيتحكم فيك مسلا. عايز يتحكم مسلا. فقلت له او محبش حد تتحكم فيها. فنجرح منك. اللي هو ازاي انت بتحبني? وتقول لي مش عايز يسيطر على حياتك. بس انت شايفه اه انه فرصة. وانه علاقة حلوة. وانها كانت علاقة لذيذة جدا. وكانت فرصة بجد حقيقية. يعني هو مدام انت شايفه كده يبهوها تقمص. ما هو حاجة من الاتنين. ده واحد مأموس. ده واحد عارف عارف العيل السغاهرة اللي هي انت مش هتجيب لي العروسة دي انا مش واخد حاجة خاصة. يا دي ده بخد بزبايدر ملا انا هاخد دي. فمأموس. وقال لك وقعد بقى عايش في دور الاحزان بقى والطعن في قلبه والكلام ده كله. وممكن بقى يكون القراءة عكسية في اللي انا هقوبه ده. ممكن تكون انت اكتشفت انه هو بيقدم عرض لحد تاني. علاقة سويسية. عنده اختيارات تانية. عنده اختيارات تانية. سوريا برجل سيرطان. ما كنت بعمل حاجة بس. طيب. نرجع بقى لمرجوعنا. انت ممكن تكون اكتشفت انه هو عنده اختيارات تانية. في شخص تاني هو مقدم له عرض. اوكي? وروحتي نديله في سنانا. قلت له ايه ده? ده انا صبر عليك وا 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 وانت عمال تلعب بديلك. ده انا هوريك تب اصبر علي. ده انا هديك بنية استنى بس. ده ممكن تكون كانت علاقة سلسية. كانت علاقة سلسية. لو ما كانتش القراءة عكسية. ان 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 انت اللي تعبين وانت اللي رحلت. وهو اللي هنا هو اللي بيشايفك فرصة وعايز يقدم لك فرصة جديدة. فهي كالقاتي. ان هو كانت علاقة سلسية. وفي حد اه الطرف التالت اديه له السيف في قلبه. وطرده من حياته. لان هنا في عرض مرفوض. بالزبط. تعبان قوي فانت زي ما يكون بتقدم يعني ممكن تعمل مصالحة. ممكن. ممكن. يعني اللي هو تعالي طب نبدأ نبدأ تاني وننصليفات مثلا لو كده. لو كده. انما لو مش كده وهو اه انت اللي هنا انت اللي اكتشفت العلاقة السلسية فهو عايز يقدم لك عرض جديد. لو القراءة عكسي. طيب ايه الخط اللي هو عايز ياخدها? الخط اللي عايز ياخدها الكوين اف وان بص. خلي بالك ان دول بيرقبوا بعض. بص ده مصص على ده. وده مصص على ده. يعني واحد خايف والتاني عامل البورم. بالزبط. شادت حلو قوي. فانا ايه? هزا لا. الشخص شخص غريب جدا. كوين اف واندوس. طرقة غريبة يا برب السرطان. اه هي كانت علاقة سلسية اعتقد. كانت علاقة سلسية. كانت هناك علاقة سلسية. وحاليا الشخص ده رحل عن هذه العلاقة. لو هنتكلم بقى. اوكي? رحل عن هذه العلاقة. رحل عن هذه العلاقة. وعايز يقدم لك عرض جديد. يقول لك مساء الخير انا عايز اقدم لك عرض جديد. فما انتش عايز. خايف منه جدا. وقلقين جدا. اللي هو اقدم لي عرض ايه? تقدم لي عرض ايه? ده انت بها دل تاني. ده انت عرفت علي وا 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 وا. الشخص ده كان في علاقة سلسية. تمام? الشخص ده كان في علاقة سلسية. وانت هو حاليا تعبان من العلاقة التالتة دي. وانت مستريح. مسيطر على روحك. خلاص نسيته اصلا. وشايف ان هو مقدم لك عرض. صح كده. هو مقدم لك عرض. مقدم لك عرض جديد. بعد جرح القلب ده. بيقول لك تعال نشيل بقى الماضي. ونحتفل. ايه رأيك? نشيل الماضي ده ونحتفل. ومقدم لك عرض اللي هو ايه مسلا? يعني انا انا شايف نفسي ولكن انا عايزك على فكرة. وخليك انت الملك. انا زيحة التالتة هو. تعال انت مكنها بقى. بس انت اللي انا قوي. بتقول لا. انت انت زعلان منه قوي. انت متخوف منه لان هو خزلك. هو خزلك. زي ما يكون كان من ايامك. اه ده انت اه. بالزبط. انت خايف. انت عايز تبتد بداية جديدة. ماشي? اللي ما انت فين عملي بقى برب السرطاء. اوكي? عايز بداية جديدة. وعايز العاقة دي تتوازن. بس انت خايف. وحاسس ان العلاقة دي من اللي انا غموض. وانه كان مخبى عليك. ايه. انت كان مخبى عليك. انت ممكن تقولك تشبت انه كان مرتبط اصلا هو معاك. بس الشخص التالت ده على فكرة بهدله. بهدله حرفيا. فيه تلات سيوف. سيفك وصيفه هو وصيف بقى الطرف التالت. فأنت خايف. حاسس انه في بداية جديدة. اوكي? انت مقدم لي عرض? مصالحة? ماشي يا عم. بس انا خايف. انا خايف منك. انا اجيب لكم القصة من الاول. كده عشان انا بدأت افهم. الشخص ده مقدم لك عرض. الشخص ده كان عنده اختيرات تانية. تم ده ما بتكذبش يا عميك السرطة. ونقاك انت. وقال ما ارجع تاني بقى صلح الموضوع بعد الايه? الطرف التالت ده ما نسحب منه. وانت واقف له بالصيف. بتقوله انت راجع تعال انت حاسب بقى. تعاملت وسويت. وا 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 وا. من الاخر. ننجيب لك على البلطة. وشعر بانه آآ العلاقة دي كان فيها مميزات كتير وهو راحل منها. العلاقة دي كان فيها تمن كبيات. ورحلت عشان كبايتين. انا شخص شخص استلم جزمة. ضرب الجزمة. ورحلت. حتى الامر متضايق منه. وانت مسيطر عن مشاعرك دلوقتي. بالزبط انت 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 ما فيش مشاعر. لا. انت بقيت تحكي مع عقلك. يعني انت راجع لي. لما التانية قلت لك مع السلامة. لا. تعالي بقى انت حاسب. انا عملت لك ايه عشان تسيبني. انا عملت لك عشان كزا. عشان كده هو مقدم انت شايف ان هو مقدم لك عرض. وهو شايفك ان انت موجوعة. وان انت هتوجع له قلبه لو هو رجع تاني. شخص ده مغرور جدا. مغرور ليه? خطوة عايز ياخدها. عايز يرجعك انت تحياته مرة تانية. يرجعك مرة تانية في هذه العلاقة. ونحتفل. ونشيل بقى قلم النوضي. بس هون مش عارف يبين ده. مش مش مغرور قوي ممكن نقول لكن بيظهر ان هون مش هاموا حاجة. وعايز يرجع مرة تانية. اللي انت بقى تقول له ترجع فين يعمل? انت عملت وسويت. انت لسه آآ محتفز بألام الماضي. بص هو عايز يشيل العشر عصيون. انت بقى واخد عصية منهم وقعت جنبها وبتندب. وبتقول له ده انت عملت وسويت. ده انت قهرتني يا اخي. ولكن في قرارة نفسك انت عايز الاستقرار معنا. انت بتحبك. بس عمل بقى كتير بقى. انت راح لوحدة تالتة. بس انا بحبك. بس انت روحت لوحدة تالتة. اللي عملت كده. انت روحت لوحدة تالتة. خلصت. طيب. هو شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين? او العلاقة دي اه مش هتروح على فين? شايف ان العلاقة دي ممكن تبقى فيها ايه مسلا? اكي? اه العلاقة دي ممكن تروح على ان احنا نتصالح ونخط يعني نروح بقى للعشر بقى. ننجع تالي بقى انا وانت بقى والدنيا هس هس. انا وانت بقى نقضي الليلة مع بعض. وننهي بقى اللي حصل ده. ننهي الخداع. ونتشافة من الخداع ده. بالزبط هو ده اللي هو شايف. شايف ان العلاقة دي مش هيبقى فيها رحيل. لأ. هيبقى فيها ان احنا ممكن نشيل الالام الماضي. الزبط. ونشيل الخداع ده وانت شاح. لان انا وانت انا رفيت. انا رحت الواحدة تانية. بس انت الاساس. انت الاساس. من الاخر. انت بقى شايف العلاقة انها ممكن تروح على لسه بقول ده بس اشيخوضها بقى. انت خايف منه يا برج السرطان ما قلق. من شكله يعني اختفى مرة واحدة. طيب طيب. قال له. ناخد من هنا كمان. طيب يا برج السرطان ما انت شايف الدنيا حلوة. انت شايف ان هي ممكن تتصلح فعلا ويبقى فيها عرض حقيقي. ويبقى فيها عرض حقيقي. بس قبل العرض الحقيقي حلو. احنا هنتحاسب. بالزبط. فيها ان احنا قبل ما اقفل على الماضي انا حسبك. وهطلع بقى اللي كنت شايلة في قلبي. ان انت ستني. انت رحت الواحدة تانية. وفضلت واحدة تانية علي مع اني كنت ميدياك تامن كبات. تامن كبات. نطلع بقى اللي جوه ايه. من الاخر كده. ده اللي انت بتقوله في نفسك يعني. ولكن انت شايف ان احنا ممكن اني على الماضي فعلا ويبقى في بداية جديدة. ايه في بداية اصلا جديدة. طيب هو النصيحة النصيحة بتقول لك ايه بقى. انت طبعا باين جدا ان انت مقلق من هذا الشخص جدا. فيه افكار سودوية. ولكن هذا الشخص عارف غلطته وعرف ان هو حمار من الاخر. فالنصيحة بتقول لك ايه? اه النصيحة بتقول لك انعزل جوا نفسك وفكر بهدوق. وهدوق خالص. شيل بقى اللي فات وهدى. ما تصدش الشخص ده. اصبر. بص الكارتين دول تعالى اطلع. السحر ده لما بيعمل الحركات بتاعته ده سحر. اوكي? لما بيعمل الحركات بتاعته اللي هو مسلا هلطلع حاجة طلع اردب من الكوبية وكده. بياخد فترة قبل ما يعمل السحر بتاعه. فده معناك كارت ده ان اصبر في حاجات افضل جاية. من العلاقة دي. اصبر لان اصبر ما تمشيش استنى. متقفش. ما تعملش كده. ايه ده? من الاخر ايه ده? ايه ده خالص? وافكر كويس قوي. لان العلاقة دي بالزبط اصبر اصبر لان في حاجات حلوة جاية. استنى عشان عجلة تلحظ بالدور. وفيه كاس حب هيتقدم للتالي. فيه اعتذار. فيه انا اسف. انا غلطان. فيه طب نرجع. طب اقدم لك ايه حقيقي يعرف لك ان انا فعلا بحبك. من الاخر. انا صحة بتقول لك اقلع براحتك. مش مشكلة. خد وقتك. فكر. مرة اتنين تلاتة. تشاف. تشاف. ولكن متعملش كده. متصدش. متقولش يطلع برا. الشخص ده مجروح على فكرة اون. على فكرة يعني عارف غلطته مش مش هزار. ولكن الشخص ده نيته حقيقية. ان هو يرجع مرة تانية لك. ده انتو فعلا فعلا سلميت. او توين فليم. فانت انت انت مسجر على المشاعرك على فكرة. وبيتتحور مع نفسك. كل شوية. كل شوية كل شوية. بس هو مقدم لك عرض. العرض حقيقي. بداية جديدة ننسى اللي فات. ننسى اللي فات. فبرج السرطان لك حرية الاختيار طبعا. والطروت بيديك نصيحة. لك حرية الاختيار. يتكمل وتنسى اللي فات. يا تفضل ماسك. وخايف ومستخبي. وبتقول لو جيت جنبي اغزك. يا تكمل. ونستمتع كلنا بقى بكاس الحب. انا. في برج السرطان كانت كراءة شهر تمانية. يا رب اه فعلا يندم بقى. ونخلص من الليلة دي. وخير بازن الله. وان شاء الله بازن الله هعمل كراءة خاصة. اه مش كراءة خاصة يعني هتبقى فيه فيديو كامل عن المنفصلين لكل شكرا لك.